قناة أصوات من نور تقدم لكم هذه التلاوة النادرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا قد شرفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتادت لهن متكأ وآتت وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك لكم كريم وقالت وقالت لديل امتنني فيه ولقد راوتته عن نفسه فاستعصم ولقد راوته عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره لا يسجنن ولا يكون من الصاهرين قال رب السين أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف أنه كيدهن إن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين ودخل معه السين فتيان قال أحده ما إنه إني أراني آصر خمرا قال أحده ما إني أراني آصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزة وقال الآخر إني أراني آصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزة إن تأكل الطير منه نبئنا بتأويله نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين إنا نراك من المحسنين إنا نراك من المحسنين قال أحده ما إنه قمرا قال ما إنه قد يدين قال أحده ما إنه قمرا لا منتو زقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلك ما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباء متفرقون خير أم الله العاحد القاوة ما تغبدون من دونه إلا أسماء أن سميتم وأنتم وأباؤكم ما تغبدون من دونه إلا أسماء أن سميتم وأنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ما تغبدون من دونه إلا أسماء أمر أن لا تغبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أخدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان أما الآخر فيصلب وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناجم منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السن مضع سنين وقال الملك وإني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سبلات خطر وسبع سبع سبلات خطر وأخر يابساته يا أيها الملأ أفتوني في رؤياك يا أيها الملأ أفتوني في رؤياك إن كنتم للرؤية تعبرون أفتوني في رؤياك أفتوني في رؤياك وإني أفتوني في رؤياك إلى اللهم وخطر وقال الذي نجى منه ما ود ذكر بعد أمة انا انبعكم بتأويله فارسلون يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع نجاق وسبع سنبلات خضر وسبع سنبلات خضر واخر يابسات إلا علي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما خصدتم فذروه في سبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه وعث الناس وفيه ياصرون وقال الملك اتوني بك فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا يدي يهون إن ربي بكهده الناليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء طلق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر